لفت نظري سؤال مهم جدا جدا وللأسف مشكلة بتتكرر في الوقت الراهي وجايز يكون بسبب تأخر سن الجواز كان لازم أرد عليها وأشرح بالتفصيل تعالوا نقرأ المشكلة كانت بتقول إيه صاحبتنا بتقول أنا بنت عندي 26 سنة والبريت جات لي وأنا عندي 13 سنة قعدت سنة منتظمة وبعدين من غير قلم خالص وبعد 3 أيام فقط الحمد لله بعد كده البريود ما بقتش بتيجي خالص كشفت طبعا الدكتور طلب مني تحاليل قال لي كل الدنيا كتب لي دواء مدور بيتاخد عشان ينظم الدورة خدتوا فترة وبعدين وقفت البريود وما جاتش تاني خالص كشفت تاني دكتور تاني قال لي إن مخزون المبيض عندي ضعيف جدا وهو ده السبب في قطع البريود ولازم أخذ منشطات وما ينفعش أخذها دلوقتي وأنا بنت عشان مش متجوزة بل هاش لازمة لازم أكون متجوزة وبعدين كل ده حصل من 6 سنين وأنا فرحي كمان 6 شهور وأنا من حوالي 8 سنين البريود ما جاتش خالص لا بدوى ولا من غير دوى نقطة بقى كده ونتكلم ونفصص السؤال حتى حتى أولا يعني إيه دورة منتظمة دورة منتظمة يعني بتيجي لحضرتك كل من 3 لـ 35 يوم يعني إيه؟ يعني كل 3 أسابيع يعني 21 يوم أقل حاجة وأقصى حاجة 35 يوم انتظامها يعني بتيجي في الفترة دي الوقت اللي المفروض تقعد عندي الدورة فيه هو من 3 لـ 4 تيام أنا هختزل كل الهيصة دي وأحب أن أنا أتكلم على شيء مهم جد مش هتكلم على عدم انتظام الدورة إمتى أروح للدكتور أو الطب حضرتك لو الدورة قعدت أكتر من 35 يوم ما بتنزلش لازم نروح لدكتور أمراض النساء والولادة دكتور أمراض النساء والولادة المفروض إن هو بيبتدي يمشي معاكي خطوات بالترتيب كالآتي رقم واحد بنعمل أشعة أو موجات فوق صوتين نتطمن إن الرحيم كويس حجما وضعا ما فيهوش أي مشاكل المبيضين كويسين موجودين منتي ما عندكيش أي تكيوسات على المبيض تكيوسات المبيض بيبان في شصورة زي العقد بويضات صغيرة مرصوصة على المبيض من الكنب رقم اتنين ببتدي أطلب شوية فحوصات أو تحاليل أهمها صورة دم كاملة تحليل الغضة الدراقية تحليل هورمون البرولاكتن أو هورمون اللبن وممكن بعد كده تاني يوم الدورة بطلب تحاليل خاصة بالتبويض زي الـ FSH والـ LH والـ E2 بتيجي بالنتيجة بنقعد كده مع بعض وبنتكلم بالراحة لو أنا عندي مشكلة في التحاليل المسيطرة على التبويض لـ FSH والـ LH والـ E2 ببتدي أشوف إيه المشكلة المشكلة عندي بتنحصر ما بين كذا حاجة رقم واحد النسبة طبيعية حضرتك هنزبط وزننا وهننتظر والدنيا هتمشي معانا كويس لو فيه اضطراب ما بين الـ FSH والـ LH بتقول إن أنا عندي مشكلة في تكايف المبيض لأ ده فيلم تاني وهنتكلم عليه في وقت تاني لو الهورمونات دي تلعت عليها دي بتديني نور أحمر خدوا بالكو مخزون المبيض يبقى ضعيف ببتدي أطلب تحليل مخزون المبيض يعني إيه مخزون المبيض؟ مخزون المبيض يعني بيقول المخزن اللي بيطلع البويضات وإنه المفروض عددها ثابت منه حضرتك طفل صغير في بطن الأم ده بيقول أنا نازله بالمخزن بتاعي مليان قد إيه؟ أنا ليه هتكلم عنه وليه هقول إيه هتكى عليه شوية إحنا جايز في الوقت الحالي مع ظروف التعليم مع ظروف الحياة وخلاص ما بقاش فيه حاجة اسمها البنت اللي الجواز وخلاص خرصت دلوقتي البنت ببتعود وبتتشرط ولازم يكون لها موظفات معينة فارس الأحلام ومش جوازة والسلام وممكن سن الزواج يتأخر لحد فوق الخمسة والتلاتين وممكن يوصل لحد الأربعين فلازم أتطمن إن أنا المخزن بتاعي كويس طب حيفرق معي إيه؟ لا حيفرق معك كتير لو أنا عندي مشكلة في مخزون المبيض خدي بالك دلوقتي ظهر مصطلح اسمه تجميد البويضات حفظي على عدد البويضات الموجودة عندك أنت ممكن بمنطقة البساطة يحصل حمل في سن خمسة واربعين وخمسين وبره وصل السن اللي بتحصل فيه الحمل لعدة الستين كمان حضرتك لو لقيت مخزون المبيض قليل سواء أنت كنت بنت لم يسبق لها الزواج أو سواء حضرتك لسه عروسة جديدة اعملي تجميد للبويضات تابعي تبويض طبعا كل حاجة بإضرب بنا بس يبقى عندك بويضاتك أنت محافظة عليها عمرها ما يكونش من عمري لا أنا عمري حيكبر لكن بويضاتي أنا مجمداها تجميد البويضات بقى مصطلح مشهور وبقى موجود في جميع مراكز الحقن المجهري لو أنت سنك بيكبر لو أنت متجوزة جديدة ومأجلة الأولاد لأي ظروف لأي أيا كانت اعملي تجميد بويضات اعملي تجميد أجنة لكن ما تستنيش العمر يجري بيكي ومخزون المبيض بتاعك يبتدي يحصل له مشكلة ردي على صاحبة السؤال حضرتك عتستني لحد ما تتجوزي طالما إحنا في فترة الزواج قداما حوالي 6 شهور بعد الزواج هنعمل مخزون المبيض تاني هنعمل تحاليلنا كلها أول حاجة جمدي بويضات عودي 6 شهور سنة ما حصلش حمل بويضاتي متجمدة وموجودة ممكن كمان أعمل حقن مجاري عن طريق تلقيح البويضات المجمدة بحيات المنوية للزوج بعد كده تقدر يترجع الأجنة في أي وقت مش هقول إن تنظيم الدورة باستخدام الأقراص ده شيء صح أنا جايزة أكون ضده أنا دايما أقول إن أنا أعالج المشكلة بلاش أستخدم ورق الحيطة أسد بيه الشرخ لأ أنا هشوف الشرخ فين وابتدي أتعامل معه أتمنى حكاية تخزين البويضات أو تجميد البويضات عن طريق تقييم بخزون المبيض نكون أكون بسطها وشرحتها بتخلي أو بتحافظ على سيدات كتير أو على بنات كتير إن هي تقدر تنجب أطفال حتى بعد سن الأربعين في واحدة بقى سؤال تاني بيقول لي حضرتك ممكن تتكلمي عن أيام التبويض في الدورة غير المنتظمة وسؤال كمان أنا ليه حصل لي حمل مرة وأجهدت الحمل اللي بعده ليه بيتأخر إحنا كده حنقسم السؤال لجزئين يوم التبويض هو اليوم اللي بتخرج فيه البويض التبويض بيقعد معي 24 ساعة ده عمر البويض الحيوان المنوي بيقدر يخص بالبويضة لمدة 48 ساعة عشان كده دايما بنقول فترة العلاقة الزوجية بتكون يوم آه ويوم لا أيام التبويض يعني إيه وبنحسبها إزاي دورة الست أو الأيام اللي بتحصل فيها إحنا قلنا لها أقل حاجة 21 يوم وأقصى حاجة 35 يوم بتبتدي ببساطة إن الجسم في أول فترة بيبتدي يفصل البويضة تخرج البويضة تنزل الدورة الشهرية الفترة اللي بيفصل فيها الجسم بتختلف من ست للتاني لكن من تخرج البويضة لحد نزول الدورة الشهرية سبتة 14 يوم يعني إيه حضرتك لو مستنيها الدورة يوم 14 يبقى تبويضك يوم واحد حضرتك مستنيها يوم 20 يبقى تبويضك يوم 4 يعني إحنا يوم 6 أنا أسف بنترح 14 يوم من معادة الدورة الشهرية المتوقعة أنا مش هقدر أكمل الإيجاد هكمله في حلقة تانية لأن دلوقتي دمعت بداية فقرتنا النهاردة إلا أنا متأكدة إنها هتعجبكم جدا 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 strong independent woman وهنربي ولادنا وفقرة عن اختيار شريك الحياة وإزاي نتواصل مع بعض فاصل وارجع لكتاب